طيب ايه اللي حصل يوم الماتش؟ يوم الماتش وباعتراف لعبي نادي الزمالك دلوقتي منذ اللحظات في قناة نادي الزمالك لعبيت نادي الزمالك قاله كده بدون ذكرى عسامي ولا حاجة قاله ان احنا بدأنا تسخين خمسة وربع نادي الاهلي لما دخل الصالة كان فيه جماهير ونجوم قاعدين والنادي الاهلي ما طلبش ان هم يخرجوا خالص لان دي ليحة الاتحاد مش ليحة نادي الاهلي دخل سخن النادي الاهلي خمسة ونص بدأنا التسخين ستة نزل خمس لعيبة من نادي الاهلي ارض الملعب واقوله لكم بالاسمود الجرح عمر الجندي هاب امين سيف اليكس يونج انا حتى سألت في اسام اللعيبة نزلوا ستة في الملعب لعبة الزمالك ما نزلوش اتأخروا فالمدير الفني كابتن عشر توفيق راح يسأل مراقب المباراة كابتن يحيا زكريا بيقول له يا كابتن هو ايه التأخير منين قاله التأخير عشان القناة اللي نقل المباراة في كاميرامان مش جاهز عشان ننقل الاحداث على طول في الوقت اللي بدأ البس المباشر على صفحة القناة النقلة بدأ انا كنت دخلت عليه وتفرجت يعني بعد كده معنا كده ان خلاص المباراة تتلقب يعني النادي الاهلي مراحش اقول ما دخل اهلك لا طلع لي النادي ما حصلش اللي بتقال بهتان اللي بتقال مصح يا جماعة حرام دي شهادة لازم نقولها ونقولها بالحق النادي الاهلي راح وكان معالي الوزيرة هاعد وكان كابتل مرتاج اقعد وكان له استاذ محمد الضماطي بحدش اتدخل لما حصل وكابتل عشب توفيق بيسأل المراكب المباراة في اللحظة دي لعبت الزمالك ما نكونش موجودين في ارض الملعب اقتحم ملعب نادي الزمالك حوالي 100 مشجع مشجع باعتراف كل الناس مراكب المباراة قال استوب انا لازم الملعب يتم اخلاقه لانه هو بيطبق لوائح هو الراجل الراجل بيطبق ليحة انا كنادي اهلي بيطبق ليحة اتحاد السلة اللي اكد عليهم 21 مارس صح غلط مش قضياتي انا انا باصس لليحة طلب مراكب المباراة ان المماطش يقف اقيمة صلاة المغرب واللي صلى امام بيهم كابتن اشرف توفيق انا بقول لكم بالاسامة لعبة الاعلي والزمالك صلوا مع بعض خلي بالكم انا في نقطة مش عايز اقف عليها كتير مدير فني نادي الزمالك المدير الفني العسباني ربنا يشفيه وعافيه احنا بنقول من هنا ربنا يتمناله الشفاء العاجل عنده كورونا وتعبان وتم ناقله المستشفى بنقوله الف سلامة ما كانش هيكاتشن المباراة تمام ويصالوا هم مع بعض صور من الارض الملعب بيصالوا مفيش اي مشكلة خالص ما كانش فيه مشكلة واللي حصل ان هم كانوا بيصالوا مع بعض والمدير الفني طبعا مصاب بكورونا ربنا يشفيه ربي من كل قلوبنا بيتمناله الشفاء العاجل ويرجع تاني يقود فرقة نادي الزمالك الراجل ما كانش نادي الزمالك وضعه مدير فني غايب محترف فيه امور كده مشقف كتير على الموضوع ده يعني ولكن الماتش يقام لصلاح يعني احنا النادي الاهلي عايز الماتش يتلاعب يعني فنيا احنا رحين يكسب النادي الاهلي رايح المباراة يكسب وكسبان قبلها الجزيرة ومتسايد المباراة احنا في حالة فنية فيقين انا بكلمكم مشقف على دي كتير يعني لمصلحة مين الماتش يتلاعب مش مصلحة مين مشقف عليها صلوا المغرب رجعوا الجمهور قعدنا في قصة الجمهور دي من الساعة ستة وخمسة ساعة ونص مش بكلامي برضو مبارح طبعا اعضاء الاتحاد السلقة اللي موجودين في احدى القنوات وقالوا ان ساعة ونص بيتم اخراج الجماهير وانه مراكب المباراة اصر ان الصلاة تم يخلقها تماما لان الموضوع يا جماعة وانا لما فيه جمهور يخش للصلاة طب هو دخل ازاي اصلا هل يحصل ده ممكن يحصل في صالة النادي الاهلي مستحيل انت لما تطلب مني اخلاق المباراة في صالة النادي الاهلي في نو طايم هتلاقي صالة تم اخلاقها امن النادي الاهلي بيسيطر على الصلاة تمام فانت لما يحصل جمهور يقطعهم كده وهو مش مسترع طب دخل ازاي اللي راح صالة النادي زمالك عارف الصلاة جوه النادي الجمهور ده دخل جوه النادي ازاي فلما انت الجمهور دخل ومراقب المباراة وقف النادي الاهلي طلب ايه اهو ده انا هسأل سؤال الصورة دي انا اعرف خمس ست اشخاص منهم البقى ما اعرفوش مين دول طب ده جوي تلاقي فيه مباراة يا جماعة ليس منكم رجل الرشيد هو احنا عشان نكسب اللقطة نقول كلام مالوش اساس من الصحة حرام ربنا هيحسبنا الصالة كده بالمنظر ده صالة امنة بعد ما المطش يتلعب ويبتدي المطش يبقى يبقى اكول ويبقى فيه سفارة هنا وسفارة هنا انفعلات يحصل زال ما حصل في المطش اسبوحة وعرض سلامة لعبة الخطر